صلاح محسن يفق شفرة انبي ويسجل الهدف الاول للاهلي تمكن الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي من تسجيل الهدف الاول في مرمى انبي في المباراة التي تقام على ملعب استاد السلام الاهليوي ضمن منافسات الدور الستاشر من بطولة كأس مصر سجل صلاح محسن البديل الهدف الاول في الدقيقة الثلاثة وسبعين من عمر المباراة عن طريق متابعة مميزة للكرة التي مررها محمد مجدي افشا بين دفاعات انبي واسكنها صلاح محسن الشباك حيث بدأ الاهلي المباراة باداء قوي هجومي وصل الى مرمى انبي اقصر من مرة ولكن دون ترجمة لهدف اول يتقدم به على الفريق البترولي حاول انبي الدخول مبكرا في المباراة وتواغل محمد طلعت في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة ودخل منطقة جزاء الاهلي ولن يتمكن من استكمال الهجمة وتراجع ثم ابعدها منه دفاع الاهلي وفي الدقيقة السامنة سقط محمد شريف لعب الاهلي امام منطقة الجزاء واحتسبها حكم اللقاء خطأ على انبي وأشهر البطاقة الصفراء في وجه لعب انبي في الدقيقة الحضاشر روى محمود عبد المنع كهربى دفاع انبي وتدخل معه لعب انبي اسقطه في مكان مميز لصالح الاهلي ولكن لم يستغل له لعب الاحمر وانتهت الكرة بدون اي خطورة وفي الدقيقة الثلاثاشر اهضر محمد شريف كرة هدف مؤكد للاهلي بعد مهارة رائعة من احمد عبد القوي اشتركوا في القناة